اشتركوا في القناة والذي يعد حدثا بارزا على مستوى العالم يشارك فيه الفرسان من كل أنحاء العالم والذي جرى على مضمار ميدان للسباقات في منطقة ند الشباب بدبي وقد أعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن خالص التهاني وتبريكات بهذه المناسبة لأخي سمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤكدا جلالته عن هذا الإنجاز الكبير والذي سيبقى خالدا في تاريخ الفروسية لم يكن يتحقق لولا العمل والجهد والتخطيط السليم في كافة مراحل السباق لا سيما وأن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولسموه شخصيا تاريخا طويلا في هذا المجال مجددا جلالته التهنئة بهذا الفوز المستحق ومتمنيا لسموه ولشعب الإمارات الشقيقة المزيدة من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر